العطف، الكلام الحلو ليه ما قدرتك؟ الاحترام أنا هلأ أحسي حالي إنساني حسي حالي أنثى حسي حالي أنه أنثى أمرأة لأروع القصص، اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب تعالى علي جعلي للأرملة ممنوع تحب؟ إي، لازم تقعد ببيتها خلص ممنوع بقى تحب الأرملة ممنوع تحب قبل بدي توقف معك على نقطة أساسية أفهمها منك أكثر لتي لي اليوم عم بتعيشي الحب الأول ولتي لي أنت أرملة يعني بفهم من كلامك الزواج كان زواج عقل كان زواج مدبر كان زواج عقل هو بيقربني يعني مدبر كمان زواج عقل وزواج مدبر شو اللي منع أنه هالزواج العقل الزواج المدبر ما يتحول إلى علاقة حب تعيش سلطانة مع الرجل اللي متزوجة منه؟ ما بعرف إنه حسيت خلص لازم بقيت تزوج تزوجت ومش الحل حتى ليه بس ليه بالزواج ما تطوروا المشاعر إلى حب مع الزواج إذا قالت زواج عقل إيه ليه ما تطور الحب ليه ما تطوروا المشاعر ليصيروا حب مع هذا الزواج ما بعرف ما حسيت هيدا الإحساس اللي هلأ أنا فيه في كتير أوقات زيجات مدبرة زيجات عقل بينجحوا السنائة بعدين أنه يحبوا بعض ليه ما قدرت ليه ما قدرت سلطانة تحب زوجة قد ما بتحب اليوم؟ عالي أنت بني تسكر اسمه وازبط وازبط ما بعرف إحساس سبحان الله هيدا بيجي الإحساس رباني أول مرة حكي معي ثاني مرة ثلاث مرة صرت بس ما يدق إلا صرت حس إحساسي غريب سبحان الله والله العظيم ما بعرف عالي وين بأميركا؟ مش حافظة أنا صراحة أدي عمره عالي؟ أربعة وخمسين عالي عمره أربعة وخمسين سنة برأيك عالي اللي عمره أربعة وخمسين سنة هيدا الشاب اللي بماني العايش بأميركا ياللي اتصل وبدو يتعرف على إنسان على إنسانة اسمه سلطانة وسلطانة كانت أرملة بوقتها أدي برأيك صدفة عم بيتصل أو ممكن صدفة؟ أوليك صدفة اتصل؟ أي صدفة صدفة عم بتلفع رقم بلبنان وطلع طيله؟ أنا بعرف إنه صدفة خليني أفكر أنا وإياك رجل لبناني بأميركا عم يتصل عن سيدة أرملة وهو عنده نية التعارف وهي ما في عنده حدا بحياته وهو مصر يضله يتألفين ترد عليه أو لك صدفة أو ربما لقاء اتصال مدبر شو رأيك أنت؟ تعرف شو رأيك الحقيقة أنه أنا بحبه بخلص بغض النظر؟ أنا بس سؤالي هون إذا ممكن يكون اتصال مدبر بين اتصال مدبر وبين زواج مدبر ليه سلطانة دق قلبها للاتصال المدبر وما قدرت تعيش الحب بزواج عقل وزواج مدبر لأنه بالحكي على التليفون مثلا أخذ وأعطي معه عرفت؟ شو اللي أعطاك إياه؟ شو اللي بحاجة كانت المرأة تقلت لي أخذ وأعطي يعني بصم من كلامك المرأة بالزواج ما قادرت أخذ وأعطي لا بالزواج لا هيك بتحس الإنساني يعني انطلقت سبحان الله أنا أوقاتي بحس بس يحكي معي علي بحس إنه لو الدنيا عم تشتي بتكوني يمكن عم تشتي ما بعرف إنه ما بفكر إنه الدنيا عم تشتي لو عم تشتي بحب أنزل أمشي تحت الشتة هيدا الإحساس غريب بحياتي أدي صار عمري ما كنت حسيته متل ما حسيته هلأ بدي أرجع أفهم شو اللي عطاك يا علي وما قدرت المرأة تاخده مع زوجة الحنان العطف الكلام الحلو ليه ما قدرتك؟ الاحترام حسيت أنا هلأ حسي حالي إنساني حسي حالي أنثة حسي حالي إنه أنثة أمرأة أوف بالزواج لا ما كنت هلأ بدي حسي حالي أنثة أمرأة بس لأ مع علي كتير حسيت هيدا الإحساس حلو كيف قدرت علي يرجع يا ردة سلطانة المرأة الأنثة فيك؟ كيف؟ أسلوبه، أحساسه، كلامه، زوج احترامه للمرأة هو عمالي بيحكي معي يعني بحسه كتير بينتبه علي بحسني إنه بس كون أنا منيحة إنه بيمبسط أنا بهمني إنه بكوني منيحة كيفك اليوم هيك هيدا الإحساس إنه بتحبه المرأة هيدا بيمتلك قلبة اللي بيحبها بيسأل عنها بيهتم فيها بيحسسها إنه أنثة إنسانة رقيقة بحاجة لعطف لحنان بتغذل فيها هيدا نعمة من عند ربنا كيف يتغذر حالي بسلطانة؟ كيفك حياتي؟ كيفك حبيبتي؟ شو أخبارك اليوم؟ بس طبعا إنه شافت صورتي وشفت صورته كلمة حبيبي وحياتي؟ لا هيدا عطولة أصلا أنا ما بقل له علي قل له حبيبي أديش المرأة بحاجة تسمع هيدا هيدا الكلمات الصغيرة اللي ممكن نعتبرها عادية أدي بأسره بالمرأة وأدي بخليها تحس إنه فعلا أنثة كتير بتحس فيهنا المرأة كتير بتنبسط أحسن إنسان معه مال الدنيا ما بيحسسها بهيدا الشعور وهيدا الإحساس لو معه مال الدنيا ما بيسمع عيون إنه إنه هي خلص بس وسيل إنه مرأة يعني مرته بس لما بلش حكيكي على التليفون وبلش تتخيل سلطانة هيدا العلي هيدا الرجل اللي أنت اللي أنت وقعت بغرامه قديش كان عندك خوف وتردد قبل ما تبعث صورتك وقبل ما يبعث صورته لا مجرد أول مكالمة ثاني مكالمة تغريب على صورته بس شفت أسلوبه إنسان عاطفي جدا بيحترم المرأة إذا عنده أحسيس رمي يعني إذا إسمعت صوته هايك وضغريبت له صورة بدون طلقائيا ولما هو Wed looked like the parasiti ام ؟ هذه ترجعتك ما أليم؟ وهيدا هو علم ها Life هاарищ لما رأيت الصورة، خايب ظنك اي بس لا مش كتير انه مش هؤلاء مش مثل ما كانت مخيلتي ايه مثل ما كنت مخيل ايجا الواء مغير للصورة اللي كنت رسمته صح شو كنت رسمي براسك عن علي اوه انه لك الحمد لله لك انا لي لا لا هالغزل اللي كان يتغزل فيك يا علي بأمريكا ومتغزل بسلطانة وبلش الغزل وبلش الكلام أي صورة بلشت تتخيلها سلطانة عنه لا أنه كنت مثلا متخيلة غير الصورة أعرفت أنه كنت متخيلة أكثر يكون جمال أكثر عم نحكي عن الحب الأول الحب الأول بالنسبة للفتاة والمراهقة هو لما تكتشف أحاسيسة وتشعر بأنوستها والحب الأول بمثل أول خطوة لتتحرر من سلطة الأبوين الفتاة المراهقة لما تحب أول مرة هذه أول خطوة لتبلش تتحرر من سلطة الأم والأب من أي ضغوط تحررت اليوم سلطانة لما عم بتعيش اليوم الحب الأول الامرأة الناضجة